يا ماما الخسارة اللي في المصنع سهلة جداً تعوضها لكن أي خسارة في حياتنا مش هنقدر نعوضها طب هو فين دلوقتي؟ ما سألش ليه؟ ده حتى ما سألش عليه كل جاية دلوقتي يا ماما احنا مش صغيرين والحمد لله مش نقصنا أي حاجة يعني بقى لا انت تقلق يا ولا بابا يقلق أنا فعلاً قررت اني سافر خلاص عشان أشوف مصلحتي وانتو مش صغيرين تقدروا تعتبروا ان البيت ده كاني موجودة أنا وبابا طبعاً يا ماما ودي عايزة كلام احنا داخلين على امتحاناته ما فيش وقت طيب في حد مسافر مع حضرتك؟ أيوة مدير التسويق والمدير المالي عشان لو حصل أي اتفاق نكتب العقود ونرجع واضح نك مصمم ان المصنع ده يشتغل أيوة دي الحاجة الوحيدة اللي بإسمي عاوزاني أفشل فيها اوعي يا ميادة تعويجي على الفشل بكرة المؤسسة دي كلها هتبقى ملكة كنتي اوعي تفشلي ما تليقش يا ماما ميادة متطمينة على حقها كويس يا ابن اسمعني انت وهي كل حاجة ممكن تضيع بالإهمال والطمع لكن لو البني قدم ردي بنصيبه ربنا يبارك له في رزقه وميادة ردي بنصيبها وعارفة اللي ليها واللي عليها وتعرف تحافظ عليهم كويس مش كده يا ميادة؟ أيوة يا باشا كله تمام يا باشا الوضع تحت السيطرة حبعت الرجال اللي لدي طبعا يا باشا بالمناسبة يا باشا الدكتورة روح تصلت بي ومش عارفة تكلمك أيوة قلتني ما عرفش مكانه فين أيوة حضر يا باشا براحتك براحتك يا باشا اتدلع يا خبيبي اتدلع ويسلمني على الأمر اللي جنبك براحتك براحتك دخلت أمرك يا باشا سلام يا بوسيلي سلام يا بوسيلي يا باشا البداوة خربت من مينا وقبل أن أطلع النهار عايزكم توصولها على طريق السعيد حاضر يا باشا حاضر يا باشا موسيقى موسيقى ما لك يا عادل خايف يا دولت طول ما أنا جنبك ما تخافش أبدا القضية قلبت يا دولت والخوف إن قادر يرجع في كلامه ويجيب رجلي رجوعه في كلامه مش هيعافيه من المسئولية لأن هو اللي عمل العملية يا بس تقرير طب الشرع بيقول إن الكلية اتخذت من صلاحه وهو حي بمعنى إن أخدانها كان هو سبب الوفاة أيو بس قدري كان عارف كل ده وعمل العملية يبقى حيرجع في كلامه إزاي اوه يورطني مش هيستفيد بحاجة لكن بسكوته بقى حيستفيد أكتر أنا مستعدة هتفعل كل اللي هو عايزه بس يفضل على موقفه اللي اسمه كازم ده مش لازم نعرفه بعد النهاردة لا فاندي اللي هارب بعد ما عارف باللي في التقرير قازم خاف على نفسه وبعد بعد موقت يعني لكن ساعة الجد مش هيسكت لإن إدانتك حتشوى صورة العيلة كلها وإحنا عيلة معروفة بأعمال الخير كابوس كابوس منك لله أروح أه بس أفوق من الورطة اللي أنا فيها دي أفوق يعني هتعملها إيه؟ أصلها متغزة منك قوي أكثر نفسها هخرج بيتها مش هتقدر طول ما هي متجوزة أمجد الغزولي مش هتتزل أبدا أمجد ده جامد قوي واسألنا يعني إيه؟ يعني هاتي بيها كده تمرمط فيها وتوقف حالي؟ المستشفى مش هتشتغل بنيكلة اتطمني حبيبي أنا مش ممكن أسيبطاري أبدا المستشفى دي مكلفاني ملايين يعني الدرر هيقع علي أنا لا ولسه أمجد باشا رايح يفتح لها المستشفى بتاعتها في نفس الشارع اللي فيه المستشفى بتاعتي أمال عشان يوقف حالي مش هتلحق بكرة تعرف إن دولة هانم قرصتها والقب طب طب مني قلبي قوليلي هتعملي إيه؟ استنى لما نخلص من قضيتك الأول قضيتي لسه قدامها شهرين على ما يحكموا فيها أكون أنا بقى عملت ترتيبي وخليها تعرف إزاي تحتارم العقلات الكبيرة وإن الدنيا دايما فيها الأسيان والعبيد والعبيد موسيقى 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 اخصى عليك يا كنت هون تعاليك للدرجة دي لا ترى لك عزر ولا نتقلل تبعد عنه عملت فيك ايه كولي لده عشان شفتني بعيط على صلاح ياخلي رحمة مش رو ماشي يا أمجد اعمل اللي يعجبك بس كلكم وإنك تكون هرفت وحدة تانية لو ده حصل هتبقى دي نهاية يا أمجد عارف يا أمجد أنا حاسن لنا اتنين عرايس لسنا في شهر العزر عظيم هو ده الإحساس اللي أنا عايزه يوصل لكل الناس اللي ممكن يشوفونا مع بعض انت عندك شك ان في حد بقى ابنة؟ لا لا مش شك قوي بس برضو اللي احتياط واجد أنا كده ظنوني بدأت تزيد في الشحنة اللي احنا خرجناها أنا مش قلتلك قبل كده ان انا ما بحبش ان اسئلك كتير سوريا حبيبي هآه بس لو تعرف انا بحبك قد ايه وعندي استعداد ان اضحب عمري كله علشانك بدون ترد السنة سابق وانتلك ان انا بحب الروح على رأي شكري يمكن هي نقطة الضعف الوحيدة بالنسبة لي هي وميدة بنتي مش غريبة انك تساوي في حبك لبنتك ومراتك لازم يكون في فرق طبعا لا انا حب الروح حب الطريقة التانية خالص مقدرش اوصف لك احساسي بيبقى ايه وهي قدامك بس بقى كفاية انا طيارتني ما سألتك عنها سوريا حبيبي على موم انا راضي اكون مرة اتنين في حياتك يعني مش هترجع في كلامك المهم اني اكون في حياتك وده بقى كفاية عندي ايه لو كانت شكري اديهولي اهو هلو ها يا شكري ايه الاخبار ايه وصلوا ببرا الامان طيب طيب الحمد بالله يلا مع السلامة وشك حلو علي اقاو يا دين قولي قلبي حقيقي انا دخلت قلبك قلبي وروحي وعقلي كمان انا متأكدة اني دخلت عقلي لكن قلبك بصراحة بقى مش متأكدة حبي تخشي جواه وتعرفي ايه الحقيقة لا انا عندي طريقة بقى احسن بكتير تعرفني ايه اللي جوا ايه عايزة تخبطي عالباب وتسألي بيك جوا لا طبعا انا حسمع دقاتي ولو لقيت دقة زيادة عارف اني دقة دي بتاعتي انا وملكي ايه 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 انت حتلاقي كل الدقات دي ليك انت اه لو تعرف انا بموت فيك قدي ايه انا الحقيقة ما عرفش ممكن اعرفش يعني دلوقتي شجال ايه ات عندك منع؟ لا ما عنديش اي موانع وانا كمان تحت امر يا سلام يا سلام لو تقولي ستكت الدنيا دي زي انك انت ياه اكت الدنيا دي بقت حاجة تانية والاهم حاجة عندي انك تبقى سعيد طول ما انا معاكي انا ببقى سعيد طب ايه رايك باعه لو نستتك اسمك وانا اسميه بالزبط اه موسيقى 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 هيا المحضرة بتاع الدكتور ناشدة هتبتدي الساعة كاملة هتبتدي الساعة كاملة؟ هنا لسا جاية منها يا بيمتي وانت محضرتش وكنت قاعدة هنا؟ ايه خلصت؟ خلصت ازاي؟ الساعة كاملة؟ انت اللي قاعدة هنا من امتى؟ انا هنا من الساعة تسعة انا ازاي ما حسيتش ان الوقت سرق ليه كل ده؟ انت وش كاسفر وشكل افتعبين عبير تحب نروح مستشفى؟ لا 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 انا كويسة وبعدين انت بتحشير نفسك في الملكيش في لي ايه؟ مش عارف اخلص منك؟ لا ده انت لساعتي خالص انا غلطاني سألت فيك عن اذنك ايه ده؟ طلعتلي في البغت دي ولا ايه؟ اتفضل حضرتك ده قرار احالة ابوي على المعاش كان نفسه يكمل جهازه اختي بيجوزها لكن رفضه بقى ومن ساعتها جال اكتئاب وارتفاع فضغط الدم ومشاكل كتير في السحة عموما في ناس كتير بيحصل لها كده عشان كده بقى انا بقول له حضرتك ان دي اخر سنة لياه في الجامعة سواء نجحت او سقت عشان لازم بقى اكمل جهازه اختي بيجوزها ده كلام جميل كنت اتمنى اسمعه منك من سنتين فاته كنت متدلع وفاكل الحياة سهلة كان ابويه موفر لكل حاجة لكن للأسف يا دكتور الحالة قلب وبقت كل حاجة مهددة بتضيعه طول ما عندك الحماسة دي بإذن الله هتنجح ومفيش حاجة حضيع منك وتخرج للحياة العملية ومعك شهادة تسند عليها يا ربنا خليك لي يا دكتور انت بش مجرد الاستاذي انت بيت زي ابويا او الله يا زي ابويا وقعد حضرتك ان ان شاء الله هابزل كل جهدي عشان اعود اللي فات بالتوفيق ان شاء الله وربنا معاك ربنا يخليك يا رب السلام عليكم عليكم والسلام سبحان الله البناء ادم بيتغير في لحظة انت طلعت خائد يا بونير وانا انا يا مجريت عليك يا بونير بقى انت بخبرتك مش قادر تاكل بعقل الدكتورة حلاوة قاعد تتمنظر وتترزم عامل المستشار ومدير عام وانا انحققت دي كأنها عارفة اللي بينه وبينك وبصراحة بقى الناس اللي انت بعدتهم عشان يعملوا مصدرين كان شكلهم مريب جدا المشكلة مش في كده المشكلة احنا مش عارفين ايه اللي بيحظرت المحصلة كان امل في الجبير يا مدير خيبت امل فيك الله يخبرك بيدك انا ممكن اشغل جاسوس لحساب بس مش حقدر اقولكم عني يا سيدي متقولش المهم المهم تبقى هناك اخبار صحيحة مش اي كلام يا عبدالسلام مونير احنا مش اغبية يا مونير لا من الناحيات دي يا الطمم هجيب لك اخبار صحيحة 100% عن خطة الدكتورة وكل اللي بتفكر فيه لا كلام كبير اوي يا مونير بس يا ريت يا ريت بقى صحيح ايه بس يلزمنا ارشيه نزغل بيها عنيه يا مونير ايه هنبتدي من اولها ماشي يا سيدي ماشي اخد يا مونير اخد يا مونير اهو في الاول دول بعد كده على قد الاخبار واهميتها هقدر الفلوس اللي هدفعها اتفضل تأكد اني مش هخيب ظنك ولا ظن يا امجد باشر ربنا يا رجحونا بالسلامة مونير انا عايزك تخلي بالك من حاجة مهمة امي انا شكري يا مونير ها الف مبروك يا دكتور انا جبت التأشيرات وحاجز التيران ايه بالسرعة دي؟ الحمدلله ربنا وقف لي ولادي الحلال طيب هنسابر امتى ونيجي امتى ان شاء الله ببرا صبح الساعة عشر وهنقعد يومين بس مكرا صبح طيب حضر بقى اوراقك وحاجتك كلها والعينات اللي هناخدها معاني لا 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 سياتك الطميني خالص يا دكتورة احنا عندنا سي دي عليه كل الرسومات والبيانات والمعلومات حتى شكل المصنع والمكان اسمع يا باسيوني انت وفكري عندكو خبرة في المجال ده قبل مني لو لقيتوني شدت اي قرار مش مزبوط تنبهوني على طول اتطميني يا دكتورة ان شاء الله مفيش غلط ولا حاجة الشيخ حميد ده راجل طيب قوي وعنده خبرة كويسة المهم بقى يا ربنا يكفينا شر عوام برهان خان اصلا مسيطر على منطقة الخليج بالسجداب بتاعه ومش هيسيبنا نفسه كل واحد بياخد رزقه ان شاء الله ربنا هيتمها كل خير يا دكتورة ان شاء الله اديني بقى الباسبور بتاعي واندي الاستاذ فكري الباسبور بتاعه فضل ونتقابل في المطار وانا هقوم دلوقتي عشان نلحق اجهز نفسي بالسلامة يا دكتورة وان شاء الله بطمني ان شاء الله هنبيع ونتفع على طلبات جديدة والعمال هيشتغل اصلي هناك السوق ممكن ياخد البضاع بتاعيتها كلها اه ويقول هات تمان ان شاء الله سلام عليكم مع السلامة يا دكتورة ازاك يا حبيبتي ازاك يا حبيبتي اتأخذت ليه وليلي شكري سأل عليها لا ما اتصلش ليه في حاجة لا بس اتعيز اتطمن على ميادة وروح اكيد حاول يتصلوا بيا عن طريقه طب وحيتصلوا ليه مدى معرفوا ان انت نسيت الموبايل مع شكري ولا انت خلاص ذهيت مني وعايز ترجع لمراتك معقولة يا حبيبتي معقولة ازهر من السعادة اللي انا فيها دي امجد يا حبيبي يا ريت ما تكسفش مني لو انت فعلا عايز ترجع لميادة ولمراتك انا ما عنديش اي مانا حبيبتي لا الموضوع مش كده خالص بس عمليت قلق على ميادة هو في حد يقدر يقرب منها دي بنت امجد الغزول فعلا عندك حق قوليلي بقى تحبيبت تغديه اللي اجده خيرتني مسابتك ورحت الماما مبارح من ابن الا الهم وسد النفس انا خوف تكلمك مبارح لحسن مكالمتي تجي في وقت وحش وتقول بقى علي وشي نحس مين ده يا حبيبتي الوشي نحس لانا من ساعة معرفتك وعملها زاكر واكتهد وتقريبا هنجح كويس كده بقى بتقرب المسافة بس مامتك بقى بطورة روح قطعت كل حاجة ماما ازاي يعني يعني رفض البابا من المصنع عشان كان عايز يعرفها الصح من الغلط تقريبا بيقوله انها عايزة تخرب المصنع ولا ايه ماما لعلمك بقى ماما عمرها ما تخرب اي حاجة ماما لو عملت اي حاجة غلط بابا هيصلى حاجة بس عمتان عادي يعني اشترش مهم باباكي قدر مهيب البابايا مش شغاله عنده في المؤسسة بس بس ايه مرتب قليل لا مش مشكلة يعني مش مشكلة مرتب احنا مش محتاجين حاجة يعني امال في ايه بابا قل المستحيل باباكي وافي على الجواز انا وانت هو انت قلت الباباكي ان انا وانت انا قلت البابا وماما طبعا لاني حب ليكي بكتخن بيها مياه لكن خايف باكي من كلام بابا صح بس انا واسقة اني مش هتجاوز غيرك عارف ليه علشان انا بحبك قوي وعايزينك وانا لما عاوص حاجة بابا لا يمكن يرفضك ايه ده يا بيت ده فعلا قلتها بيت اخيرا قلتها من قلبك بس بقى انا كده ببدايق بحبك ما عادة بحبك قوي ونفسك جوزك النهاردة قبل بكرة وانا لا يمكن افرض في حبك يا حسين بس وعدني تنجح وتاخد البكاليريوس انا خايف اعمل علي وانجح وانت تخليفك وعدك متتجاوزنيش انا اللي بختار حياتي وبختار اللي سعدني فيها وانا خلاص اخترتك انت عارف يكني لوحدانا كنت عملت ايه؟ ايه؟ انا كنت سبت خالص كنت خدتك بخدني وعدك وليه بحبك مجنون والله مجنون انا خلاص بقيت متحصرة بالمجانين متحصرة منين بقى في حدي بحبك غيري؟ لا ما تخافش مش ولد دي عبير صاحبتي دي النهاردة كانت لاسعة خالص ووصل بيها الجنيه انا خطفت مني الموباة لشانشوف بكلم مين احلن انا فكرة البيت دي عايزة تعالي انا قطعت علاقتي بيها للأبد ده نوع خطر يا ميادة متستهونيش بيها يبعد عنها لقد ما تقدر انا عارفها كويس بتكرارك وبتكرارك الخير انا كمان قلتلها كده قبيناك فينا شرها وشرعنيها متخافش يا حبيبي انا هخبي حبينا عن كل عيون الناس عشان ما نتحسدش لغاية بقى ما يشوفونه مع بعض في الكوشة يا سلام يا جدعان يا سلام يا جدعان يا سلام يا جدعان هاي لأحلام ولا بلاش اخفارك هم متعاودين يتأخروا كده يا إبراهيم ما حصرتش تكخين ولا حاجة انا كلمت مختار وقالي جاي في السكة لكن ميادة مش عارف اكلمها هو دايما في الساعادي الشوارع بتبقى زح وهو ده اللي بيسبب العطلة كلها انا حاول مرة كمان ألو ألو آيا ميادة آيا بنت انت فين أنا في البيت انت اللي فين وإيه صوت المزيكة اللي عندك ده عربية طيب 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 يلا تعالي بسرعة عشان قلت له محضروا الجادة يلا حلبتي لا إله إلا الله مش قلتلك يا دكتورة أكيد المواصلات كنت نسيت القلق ده الظاهر قاعدة البيت هتركبلي العصبي تحبي يا حبيبتي أعمل لك حاجة تشربيها على بل ما يوصلوا بالسلامة لا 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 أهو مختار جي أهو السلام عليكم أزاك يا ماما من وارغ بيت يا سيدي كله أهلا يا حبيب ايه تأخرت كده ليه والطريق زحمة ولا إيه؟ لا أبد أن الطريق بالنسبة لي كان معقول جدا هي ما يدرس ما وصلتش لا بس قالتلي أنها جاي بالسكة بس لو أنا جاي شفت عبير صعبتها وقف على باب الجامعة عمالة تبص في كل العربية وتفتش فيهم زي المرووشة لكنها مستنيها حد عبير هي مش بتوصلها كل يوم؟ ما أنا عشان كده بسأل غريبة وهي هتخسر إيه يعني لما توصلها؟ أقول لي كان يا ماما هخسر إيه؟ هخسر عقلي يعني البيت يزيج جنينة خالص حاجة غريبة أفوكي مختار برضو بيقولي أنها كتوقفة قدام الجامعة للبحثة في العربيات مش بس كده ده حصل النهاردة أكتر من كده خطفت مني الموبايل وأنا بكلم مختار وعادة تشتم فيه من غير ما تعرفه لا دي تبقى مش طبيعية لازم أكلم مامتها وشوف إيه الحكاية لا أرجوك يا ماما أنا مش نقصة جنينة وبعدين دي ممكن تفضحني في الجامعة وأكيد هتشتمك مش بقولك مش طبيعية خالص حبيبتي ما هي لو عندها مشكلة إحنا ممكن نحلها لها نكلم باباها ونكلم مامتها مامتها وباباها عندهم عينين بيشوفوها كل يوم ولو هما ملاحظوش جنانها دايبه هما بقى اللي عايزين يتعالجوا طب معلش عشان خطري حبيبتي خليكي رأي بيها كده من الجير ما تاخد بالها لجيت أنا مرجع من السفرة وأنا هشوف الحكاية دي إذا أنت مسافرة؟ إمتى؟ هقولك وإحنا بنأكل المغرب بتدن ده بقى مش جدع بقى عشان يلا عايب أهلا أهلا دولتي عزوتي جنانتي هي حبيبي آه لا يا سوري ما قدرتش أجي عن هذا ما قدرتش يا حبيبي لا ولا هتعاش في البيت ده أنا يمكن أباد كمان في المستشفى عندي كم حالة حرجة كده طب ليه بتكلميني عن مكتب؟ ما تكلمتيش ليه عن موباين آه بتتأكديني في المكتب يا حبيب قلبي أنا عمري كله ليكي لا يعني أتطميني أتطميني طب يا حبيبي باي باي آه آه انت بس فوق من الخنة دي كان اتطميني شي با اه انا قررت اننا نتجوز دلوقتي اه تعليلي حالا اعملك فحص الطبي شامل ده اجراء طبيعي لازه يعملوا كل اتنين اوين يتجوزوا هاتي اختك معاك ومالو خلاص اعد عليك كمان سعف من دار السيدة اوكي مع السلام اشتركوا في القناة 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 مال ليه رافضت يعني بس قويت البيبي علي شوف يا أمجد أنا حكون صريحة معك ابنه سامي يحاول يستحبني ويتسلف وانا بصراحة رفضني وصمم يتجاوزني بابا طبعا لما عارف رفضني هي دي بقى كل حكاية باختصار عارفة دينا لو عشت معايا بإخلاص مش هخليك تحتاج لحد أبدا بس زي ما بقولك بشرط الإخلاص أحلف لك يا حبيبي أني أكون مخلصة معايا ومستعد دعيش معاك الامر سافري حضرتك بالسلامة وان شاء الله تأكدي أن كل شيء حيبت لنا ولو بابا رجع وحضرتك مسافرة أنا حقوله أنك كنت منتظرة مكلمتك فرق الصور لا قولي له ماما سافرته بس وحتيجي يوم الخميس طب حيث كده بقى أنا حطلع أكتب لكل اللي أنا عايز إيه وانت يا مختار عايز إيه أنا عايز الجنب يا ست الكل ويا ريت ما تسافريش يا حبيبي أنا مسافرة علشانك أنت أمجد دلوقتي عايز ياخد مني المصنع ومشوفوش تاني وأكيد حيصرف نظر عن ترشيحه في الانتخابات حيصرف نظر عن ترشيحه في الانتخابات ليه؟ ده كان مصمم عليهم علشان يرضي دولة وعليتها لأنهم مسحابت كلمة ونفوز؟ يعني كل ده بسبب الشك والبلاغ اللي أنا قدمتهم؟ أيوه، عرفت بقى هو لي ما حضرش جنازة أبوك؟ عرفت ليه هو طفشان من البيت عشان وقفنا ضد مصلحته؟ وليه يا ماما حضرتك ما قلت ليش كده من الأول؟ يعني إيه يا مختار؟ كنت حتتنازل عن البلاغ؟ أكيد، مادم ده ضد مصلحة بابا أمجد، والدكتور عادل بقى منه لله يخسار يا مختار، كنت بكرك عمرك ما حتتنازل عن حقك يا أمي الموضوع مالوش علاقة بحقي وحقك، أنا باصص لبعيد تقدري حضرتك تقول إيه لي إلا أنا استفدت من البلاغ اللي أنا قدمته؟ ولا حاجة، قدرت أرجع اللي اتخذ من جسم أبويا؟ أبدا، وهن دفن واللي حصل حصل، لكن أقدر بقى أقول لك إيه اللي ممكن يحصل؟ إن بابا أمجد يبقى عايش معي في البيت ومش طهقني، وإن ده ممكن يبعدني عنك وإن أنا في الآخر ممكن أبقى يتيم للأب والأم كنا أنا بقى الأحسن الأحسن إنك تقول الحق مهما كانت النتيجة، أنت دلوقتي دميرك مستراحة عشان عملت كل اللي يرضي أبوك إنما لو كنت عملت جير كده كنت هتعيش طول عمرك متعزق برضو أنا مستفدتش حاجة من بلاغي ما بقاش ذنبك، في ناس شجلتها تجيب الحق للمظلوم وتعقب الظالم برضو ده مش هيغير حاجة، والدكتور عادل هيفضل يسرق في الحمال الناس لا، عادل خلاص، استقال من المستشفى العام، يعني بقى لا أقدر واحد بس ورحم ناس كتير وإن شاء الله وبإذن الله عادل حقيقة في المستشفى بتاعته، وحنشتوبه من سجل الأطباقة وبهضي عندك، أكيد أن الله هدفع تماماً لا يا حبيبي، عمره ما هيحصل أبداً، بس ادعيلي أوقف المصنع على رجل هقولك إيه، ربنا وفقك وما يحرمنيش منك أبداً ولا منك يا حبيبي الروح مو هتسافر في شغل الكويت هتغيب حوالي ثلاث تنين، يعني مفيش قلق لو طلعنا مع بعض الرحلة يا حبيبتي، ما ده من هدف إن إحنا نكون مع بعض، يبقى ممكن أحقق الهدف ده من غير من الشخطط للفيون بعد اللي حصل منك لوحدينا، مش ممكن أديلك الأمان يا حبيبتي، أنا أكتر واحد في العالم، ممكن أخاف عليك ووحميك من أي غدر لما نتقابل بكرة، نبقى نتكلم في موضوع صدقة ده لا يا حبيبتي، أنا مش أقعد راجل كلية، بس ممكن نتقابل في نفس الكازن وبعد المحاضر أصلي حبيبك نوي ينجح جميل، نتقابل بكرة ساعة أربعة في الكازن طيب يا حبيبتي، باي 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 يا حبيبي كل جميلamo هي لي بتعمله ده؟ بتذاكر؟ تتحسد أو انت دلوقتي بتعطرني حق؟ أنا مش عطلك، أنا بس جاي عشان أنطل منك الطلب السوهير من أنا؟ يا سبحان الله شوف بقى القدر لما يحكم علي إن يحتى البعض عايسكن 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 أمجد الغزولي كان بيعتمد علي أني أجيب له أخبار مصنع وإيه اللي بتعمله مراته ولما أنا نسبت المصنع الأخبار دي اتقطعت ومش تاكلي ده لو مراته اتصرفت أي تصرف غلط أو أي حد تحك عليها مش هيلحق يتدخل عشان ينقسها آآ فهمتك يا حق عايز تعرف أخبار الأم من بنتها يعني عايزك تدحلي بالبنت وتعرف لي أخبار أمها إيه وبتعمل إيه آآ بس أنا كده هتكلم في التلفون كتير والفاتورة ولازم أسددها ومش هعرف عارف 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 خده بعيد عن خسابك الفضل آآ شوك عني حق خد أول خبر توصل آآ الدكتورة روح مسافرك ويد بكرة في شغل ما عرفت إزاي؟ عرفت بقى بس شغل إيه مش عارف آآ بس أنا عارف وعارف قيمة الخبر ده عند أمكة باشا بس على الله يقدر وينصفني ويديني وزيفة أكبر من اللي أنا فيها نيه أنا كده الفاتورة هتغلق آآ الشيخ يسكت بقى ما هو كله عشانك وعشان أختك كله ماشي ماشي يا حق إلقيت أكثر من رايحات يا حق خلاص ما تشكرينا يا ستهابة خير تطمين يا دكتور الحمد لله التوقيت جيد مناسب وتطمنت على كل شي يعني نتوكل على الله خير الدمرة عاجلة بس حكتب لك على علاج تاخده أنت والعروسة لغاية الشهر الجاي علشان نجازت العملية تعالية؟ أنا؟ عملية إيه؟ تعالي 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 متشاكرينا يا دكتور عملية إيه؟ أنا عايزة أفهمه؟ هنتجوز الليل يا إيه؟ كده؟ من بابل الطاق؟ أنا مجهزة لك شقة تستهلك مش نقصها غير وجودك أنت فيها يا عروسة الليلة بعد كتب الكتاب هتبدأ بيديك عيدة أقعد يا مونير شوف يا مونير برون إخلاصك واهتمامك بس مش لدرجة أن أمسكك الشؤون المالية في المؤسسة ها بخبرتك الكبيرة جربني جربني وشوف الشغل هامسس ما هو الشغل كده كده ماشي يا مونير لكن الشؤون المالية في المؤسسة معناها أسرار مؤسسة وأمجة باشا لا يمكن يطلق أسرار المؤسسة بره إلا الإنسان يسق فيه وإمت بس حيسق فيه ده الواحد يلا حسن الختام أصبر يا مونير كله حيحصل قل لي يا مونير الوادي اللي جاب لك الأخبار الدقيقة ديت ممكن يقدم لنا خدمة خدمة إيه؟ لا 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 يا مونير أنت ترد على قد السؤال وبس ممكن لو هتقدروه ده طماع تصور خد مني ألف جنيه على الخبر التافي ده يستاهل يا مونير لأنه عارف إبت الخبر ده علشان كده طلب البجامد أيها بس أنا كنت فكره ده خبر قديم ما يستهلش لا يستاهل يا مونير يستاهل كتير الولد ده لو وافق يتعاون معانا هتهولي هنا وما تسألش أنا هطلب منه إيه؟ لأنه ده يبقى خطر عليك يا مونير هسأل مع إني واثق إنه مش هيرضى وحيخاف هنشوف حكاية خوفه دي لما نسأل أمجة باشا إذا وافق أمجة باشا هتديبه غصبا عنك وعنه دي بس قالت حياة وموت سوري سوري يا مونير سوري ياريت ما توقفت فلليه ما قلت ليش قبل ما تسافر؟ طيب طيب. لا انا راجع النهاردة. وعادي بقى ملوش لازمة هنا. طيب يا شكري. متشكل اول. مع السلامة. اللم الشنط? يا ريت خليهم اللم الشنط. ممكن اسألك سؤال. مين بقى اللي سفرت من غير ما تقولك? المدام مش كده? هيكون مين غيرها يعني. انا ما سألتش فيها وهي كمان ما سألتش فيها. وايه كمان حكاية قعادك هنا من غير لازمة. هو انت قاد بلاندي فيها؟ دينا ارموكي. انا اللي فيها مكفيني. انا مش ناقص. سوري يا حبيبي انا اسفى. اللي انت عايزه انا هعمل. طيب يا ريت لو خليهم يلمنشون الدار وينزلوا في العربية. تحت امر. يا سلام يا ناس. ده الجواز حلوة حلاوة هذا. هذا ايه مكننش عايشين بقى. كنا مع الموت وصحينة. صحي بدلك يا حبيبي. تعيشي يا أختي. بقولك ايه؟ عايزك تتش. اسلوب البلدي ده. صاحبها دانك ويعفيك ويسعد مساك. والكلام الغامق قاوي ده. واحدة واحدة علي يا دكتور. ده انا كنت في جرة وطلعت البر. شوفت ايه؟ ده لا لسه ايه اللي. جرت ايه وبرت ايه؟ واحدة واحدة علي. علمني وانا والله والله شطرة. بس انت علمني بس بسرعة. انزي. انا كل اللي يهمني. النونو. مش طالب مني غير حتة العيل ده. ربنا العاطي. ونعمة بالله. بس كمان ربنا ادانا العلم. عشان الناس اللي الظروفهم صعبة زي. عشان كده. انا مش هستنى لما الحمل يتلم طبيعي لا. مستبعا انا بفهمش في كلامك ده. انت اللي تقول لي عليه. انا هنفزه على طول. ماشي. انا بس. عايز اتكلم عاكي في موضوع عين كنيزة. عالك شوية. حكاية قعادك في البيت لوحدك. حبيبي انا مش ممكن ازعل منك. هالدولة اتمراتي من عائلة كبيرة قاوية ومفترية حبتين. ولو خد الخبر اني جوزت عليها. يا عالم. ممكن ياكلوني صاحي. بعد الشر عليك يا حبيبي ما تقولش كده. كلهم تعاون. هبة مش بالدعا. مسألة محتاجة حرص. محتاجة حذر. انا بخطط لليوم اللي اخرج فيه من حادها. واليوم ده ممكن يبقى قريب قوي لو شديتي حيلك وجبتيلي النون. اه. طب افريد يعني ما حصلتش. اوعي. 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 اوعي تقولي الكلام ده. يا حلم حياتي. يا حلم اللي انا عايش عليه. يقولي ان القرشانة اللي معايا دي. انا كنت فاهم انها هتعيش سانة اتنين. بس اعمل ايه. مسكة متبتة في الدنيا. انا كان ممكن اصبر. بس اعمل ايه. محلامي بدأت تتبدد. امالي في الخلفة تديت البخر. عشان كده مش هستنى ما تموت. لا. انا بس النونو دايق. هعيش انا وانتي وهو. ونتمتع بقى.